آخر حاجة أنا عايزة أقول كده كم حاجة عشان النفسية ولازم نقول ده لبعض لازم نطبطب على بعض ونقول لبعض كلام حلو وكلام يخلينا كلنا إيدينا في إيد بعض نطلع من الضغوط النفسية دي ونطلع من كل المشاكل دي أول حاجة أنا هكلم الستات عشان أنا ست أول حاجة عايزة أقول هالك اطلبي المساعدة لو أنت محتاجة مساعدة اطلبي المساعدة ما تفضليش تقول للوقت مبسوطة بكلمة أنت بمية راجل ده أنت مش محتاجة حد يقف معاك بيتحكوا عليك لما تكوني محتاجة المساعدة اطلبي المساعدة لأن أنت ست ومحتاجة ده فما تجيش على نفسك بالزيادة بالزيادة وشغل بقى ايه أولع صوابع العشر عشان عشان نرضي كل الناس في الآخر أنت اللي هتحترقي مش هم فرقم واحد اطلبي المساعدة رقم اتنين اكسري الروتين ما بقاش كل اللي موجودين في البيت ده بيخرجوا ده مع صحابها ومع صحابه ومعافش مين مع مين وانت قاعدة في البيت ما بتعملش حاجة غير من انت بتنظمي البيت بس وبتخدمي كل الناس حلو ده جميل لكن في نفس الوقت اكسري الروتين روحي نادي إلعابي رياضة اشتغلي حاجة من البيت وبعيها عملي مشروع صغير كل ده مش عيد تالت حاجة لازم تحط لنفسك هدف بس هدف واقعي هدف يا جماعة لازم يبقى حياتنا ليه هدف انا لما حط نفسي هدف ان انا مثلا هشتغل على نفسي فهشتغل البرنامج الفلاني كمان سنة هبقى هعمل حاجة اكبر كمان سنة هبقى كون عاملة مشروع وكسبت فيه وعملت فيه يعني لازم يبقى عندي هدف في حياتي ما بيش عايش حياتي كده بشكل عشوائي العشوائية دي بتخبط فينا وبتقلب حياتنا وفي الآخر بنفشل بالآخر بنفشل والفشل بيوجع وطعم وحش يعني فقعد حط نفسك في حتة عشوائية يا صابت يا خابت وزي ما تيجي تيجي لا ما فيش حاجة زي ما تيجي تيجي لازم احط النفسي هدف في حياتي انا عايزة اعمل ايه انا بعد كم سنة هوصل لايه عشان اشتغل على نفسي ولا اشتغل ازاي رابع حاجة لازم كلنا والكلام ده لنا كلنا لازم يبقى حواليك ناس انت بتحبهم حواليك ناس انت بتحبيهم يعني بتتحكي من قلبك معاهم انا مش اروح اختار ناس سلبية ومتشأمين والحياة معرفش ايه ولا زي الرجالة مسلا بيعودوا مع بعض ده الجواز ده معرفش ايه انا ايه اللي خلينا اتجوز وعلى فكرة وممكن يكون هو سعيد في حياته بس بيغزي العين يعني اللي وانا بقول كده عشان ما حدش يحسدني فقال لا انا مش بطالبة اروح انا امتص كل الطاقة السلبية دي واحس ان انا حياتي سودة وفي الاخر اروح البيت اقول انا ضغطي عالي ليه وضربات قلبي زيادة ليه اختاروا الناس اللي بتديقوا طاقة ايجابية اختاروا الناس اللي بيحبوكوا بجد مش عشان مصلحة ومش عشان قعدوا السلام وافضل انا بقى ايه امتص من كل واحد مشكلته وفي الاخر برجع بسواد انا بشحن طاقة سواد خمس حاجة لازم ادي لنفسي ايمة اعرف انا ايه وامتي ايه ما يفعش انا بتعامل بلا قيمة امتي الاول لو انا اديت لنفس الايمة دي اللي قدامي هيديها لي لو انتي ما اديتيش لنفسك امتك الحقيقية وفرطيها على لقصادك محدش هيديك امتك ايه واي تفتكلي تقول اصلا انا مهضورة امتي اصلا ما حدش حاسس بيا ولا بقيمتي حسي بيها انتي الاول وبالتالي هتنعكس على اللي قدامك يبقى انا ادي لنفسي ايمة الاول وبعد كده اللي قدامي غزبنا عنه هاديني امتي عشان انا اديتنا ايمة لنفسي الاول سابع حاجة رقم ستة نحاول نساعد اللي حوالينا على فكرة يا جماعة مساعدة الناس وان انا بديهم سعادة ده بيجلب السعادة الناس اللي بتشتغل في اعمال الخير والجماعات الخيرية وبيعملوا حاجات خير للناس مجرد الاعمال الخيرية دي والخير ده بيجلب لي سعادة نحاول على قد ما نقدره وبابسط الامكانيات نساعد الناس اللي حوالينا رقم سبعة اوفر الهدوء لعقلي اوفر الهدوء لعقلي فيه وشة حوالي وفيه ناس بتتخانق وفيه ناس وفيه ناس لو انا حسيت ان انا كل ده مش هطلع منه بنتيجة ولا المشكلة الكبيرة دي في الاخر انا برضو اللي هبقى فيها مظلومة او الزعلانة انا ابعت خالص ووفر الهدوء لعقلي احاول اعود في الاماكن الهدية اسمع المزيكة اللي بحبها اقعد مع ناس هدية واخر نقطة لازم نهتم بجسمنا نهتم بجسمنا اهتم بصحتك الجسدية يعني زي ما قلنا خلاص هنعمل ايه عشان نفسيتي تبقى كويسة اهتمي محتاجة تروحي الدكتور داي تروحي سمنا زيادة لا اروح واخس ما باهتمش باكل وعندي انيميا لازم اروح اعالج الانيميا ومين اللي بتتكلم باب النجار مخلع بس انا كمان بقول لنفسي وانا بقول لكم حسيت بانيميا فقر دم لازم اعالجها حسيت ان انا عندي مشكلة في نقص فيتامين معين لازم اروح واكل كويس واهتم بجسمي طول ما انا جسمي كويس وبياخد كل الفيتامينات الموجودة هعرف اتكلم وهعرف اشتغل وهعرف ادور على النجاح يا رب الصحة والعافية لينا جميع انا واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة